دكتور بداية جهود كبيرة قامت بها الدولة المصرية لتحسين الأوضاع المعيشية ولتنمية سيناء ووضع حافظ اقتصادي للاستثمار في سيناء ليه كل جدا؟ في الحقيقة يمكن دولة المصرية وكادة السياسية المصرية أولت سيناء اهتمام شديد في 18 أو 10 سنوات السابقة يمكن كان فيه رؤية قبل ما تشتغل كان الرؤية بتعتمد على أولا تطهير سيناء من الإرهاب ثانيا مد جسور التنمية عبر أنفاق بقى عندنا ستة أنفاق في سيناء وبالتالي للدخول سيناء وبالتالي أصبح كل 20 كم تدخل سيناء والشيء المهم جدا أنه إزاي تعمل تنمية شاملة ومستدامة لسيناء فدي الرؤية اللي كانت موجودة اشتغلوا على ثلاث محاور مهمة المحور الأول يتعلق بالبناء التحتية المحور الثاني بيتعلق بالصناعة والاستثمار في سيناء والمحور الثالث يتعلق بالحالة الاجتماعية لسكان الموجودين على هذه القطعة من أرض مصر وهنا هنا خلينا أقول معكم أنه هنا أهل مصر يعني ما فيش أهل سيناء وأهل الشرقية وأهل أهل مصر جميعا أنهنا يبقى متواجدين جوه عمد سيناء يمكن محور بني التحتية تحديدا كان أهم محور عشان نبدأه به وده بيتعلق طبعا بالصرف الصحي والمياه والكهرباء والطاقة بأنواحها ويمكن الدولة أقامت طبعا أكبر محطتين صرف الصحي المحسامة وبحر البقر وبالنسبة للطرق أكثر من خمس تلاف كيلو متر منهم طريق 211 كيلو متر النفق وطور وفي طريق تاني 210 كيلو متر ده محور 30 يونيو اتعامل أيضا في سيناء مجموعة من المحاور العرضية والمحاور الطولية في الطرق وبدأت تتأسم سيناء إلى مناطق تنموية علشان يتم الانتهاء من مشروعات البولة تحتية المتكاملة الكهرباء طبعا وكمت أربع محطات كهرباء من أقوى محطات اللي موجودة في الفترة الأخيرة في مناطق لإنارة الإسماعيل الجديدة اللي يفشان القناة وإنارة مدينة السلام أيضا تم الانتهاء من مشاريع المياه والصرف الصحي في سيناء بنسبة التعدى فوق 85 إلى 92% كده أصبحت العملية التنموية المستدامة جهزة وشاملة بدأ الاتجاه إلى التفكير في الاستثمار والصناعة والتحديد للصناعة جينا نتشتغل في الصناعة في مجمع الصناعة للأسمنت في العريش مجمع الرخام في الجفجافة في الوسط ومجمع الرخام في للسدر بدأنا نتكلم على مشروعات استثمارية أخرى في تنمية استثمار السياحي وعادة النظر إلى المنطق السياحية في منطقة تنصدر وجنوب سيناء وعادة تأهيل هذه المنطق السياحة وبدأنا نتكلم على إزاي نماهل لطريقة العائلات المقدسة حتى نستفيد من أيضا السياحة الموجودة في سيناء ودين سنتي كاترين بعد كده كان فيه محور آخر الأخير التعلق به التعليم ويمكن خينا قبل بروح التعليم أقول أن الدولة وفرت 8 مناطق صناعية في سيناء ووفرت 80 ألف فرصة عامل في سيناء ووفرت 132 فرصة صناعية جهزة للسنصمار في سيناء حاليا بالإضافة طبعا إلى المشروعات الزراعية استهداف 450 ألف إلى 600 ألف فدان والمحور التنموي في وسط سيناء لإقامة 18 مجمع تنموي متكامل في قلب سيناء لما دخلنا على الإسكان بالمحور الاجتماعي المحور التعلق بالاجتماعي والحال الاجتماعية والحال التعلق به الحماية المجتمعية والسكان والصحة والتعليم يمكن الأول مرة السيناء فيها 7 مدارس يمنية فيها 4 مدارس تكنولوجية جديدة يمكن فيه 4 جماعات تكنولوجية أصلا حاليا جماعات أهلية جديدة جماعات التور جماعة سلمان وجماعة شرم وجماعة العريش وجماعة في شارع برسعيد دول 4 جماعات أصبحوا في سيناء ب4 جماعات مدارس تعليم تكنولوجي 7 مدارس يمنية في سيناء الإسكان تقريبا بدخول المدر الجديدة داخل سيناء زي السلام الجديدة وشارع برسعيد والإسماعي الجديدة وبعض الجماعات التنموية بنصل إلى 500 ألف وحدة سكنية بدخول جديدة في سيناء حتى مشروع تكافل وكرامة شمل تماما الحماية المجتمعية مشروع 100 مليون صحة شمل أيضا السكان أهل مصر جميعا في سيناء اللي أنا عايز أقوله هنا أن هذه الجهود التنموية المتكاملة اللي تمت في 8 سنوات ويمكن لو قارننا من 73 لقبل 8 سنوات ما عملناش يعني تقريبا واحد على 100 من اللي حصلت في 8 سنوات طب ده معناه إيه؟ معناه أن هذه هي رسالة للداخل وهذه هي رسالة الخارج هذه هي رسالة إلى كل شباب مصر الصاعد الواعد وكل الأسر المصرية البحثة عن فرص التسمرية وعن أماكن جيدة جدا للعمل والإقامة والمعيشة في مشروعات متنوعة زراعة وصناعة وصياحة هيكون المستقبل القادم هو أرض سيناء الرسالة التانية أنه كل مصنع العالم مستثمر العالم والداخل والخارج المستثمرين بنقول أن سيناء فيها نباتات عطرية فيها مواد محجرية فيها فرص استثمارية متنوعة مختلفة إذن هذه أرض استثمار لديها سلطة استثمار متنوعة بالقول في الرسالة دي أنه الموقع الاستراتيجي والجيوستراتيجي لسيناء اللي هو خلها يعني الشبهة باستهداف فهي جزء أصيل من أرض مصر ومن طراب مصر وأهل مصر المتواجدون هنا في سيناء وموجودين في أي مكان لديهم الحق إلى استعادة هذه تأهيل هذه المنطقة لكي تكون منطقة تنموية ومنطقة قادرة على أن تعطي لمصر والمصريين حظيم جد بشكل جيد